بالمناسبة، إيه رأيك في صفاقات النادي الآية لحد الوقت؟ بص... بنتكلم في شادي حسين بنتكلم في برونو سابيو البرازيلي وبنتكلم في مصطفى ميسي مصطفى ميسي عنده كم سنة؟ تحت السن؟ سوائر، سوائر، عشرين سنة؟ تحت السن؟ يعني 2001 مثلا؟ أو 2002 يعني 2001-2002 يبقى تحت السن، يبقى نقول صفقتين؟ ليه؟ بس ده ناشئ بس هيلعب؟ مفروض ييلعب عساسي؟ مفروض ييلعب عساسي؟ لما جيبناش بالمبلغ ده هو العيب كويس تفتكر رفاكر أمير سعيود؟ طبعاً جبناه أقده كده اتحرق في خلال سنة شفت مكسر إيه؟ بضرب الجزائر عشان حريف قوي شفت مكسر الدنيا السنة اللي فاتت إزاي في الجزائر مع المتخب ومع فرقيته شربت القوائل فالولد ده وكريم الدبيسي ده 2003 هو العيب كويس جداً برضه ناشئ تاني الاتنين دول بكام؟ بـ 25 مليون طبعاً يبقى في القطاع الناشئين في الناد الأهلي؟ لأ منفعش الـ 25 مليون دول ممكن أجيب بيهم واحد تقيل قدان طبعاً أنت لما هتجيب العيب ما تجيبش العيب سغير؟ تجيب من قطاع الناشئين؟ طبعاً أصلاً هاشتري من ناشئين ليه؟ طبعاً أنا عندي قطاع أنا لو أشتري أشتري واحد يشلني السنتين دول واحد تقيل واحد زي العيبة اللي شفت بالعكسة كابتل محمد إذا أنت المفروض أصلاً لما تقلح تشتري شيء عيبة صغيرة تبقى مشروع بقى معاك تكمل معاك الطريق تعرف تستثمر فيهم لو حبيت تبقىهم لأندي أوروبية ده أنا لو جايب كم صفقة؟ سبع تامن صفقات؟ لو أنا حاسس أن الفرقة اللي عندي لأ يعني موجودة أنا معاك أنا معاك إن فيه ستة لو رجعوا المستوى هم الناد الأهلي مش يخسر بطول مع شئة التدعمات طبعاً الستة اللي هو مثلاً شرنياوي علي معلول علي معلول ده مفيش غبار عليه عامل السلية حمد فتح قال يوديانك أفشا شريف دول ستة دول لو رفقوا مستوى هم واحد من حسين أو طاهر أو أحمد عبقادر لأنه أنا مضمنهمش يعني شوية كويسين أو شوية دولت تبقى عندك شرد حسين وعندك مستوى منا بقولك غير التدعمات وعندك برونو سافيو ده فيديوهاته جامد رسي فيديوهاته الله أعلم ما هو سعب يتبقى الفيديوهات حلوة والحقيقة مش حلوة بس فيديوهاته كويسة جداً لعيب كبير أي فتش واحد برازيلي وحش ولكن الفيديوهات دي من إمتى لو السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت تخب بالك أنه أرقامه والسنة اللي فاتت مع فيولك الملعب فيه دي أحسن أرقام بالضبط السنة اللي فاتت بس فيمكن هو وصل لمستوى كويس كده بس هو اللي قلقني منه أنه 8 انتقالات في 8 سنين يعني بقعدش في نادي سنتين ما دي برضو مش حلوة قوي يعني على الأقل يعود لك سنتين ثلاثة في نادي يمكن الأهل اشترى أنه هو فعلاً أحلى فترة لي بوليفار دوت بتاع البوليفي هتأمل أنه يبقى صفقة كويسة فنما أنا بكلمك لازم الفترة الجاية صفقات الأهل تزيد ثلاثة كمان واحد أفريقي كويس قوي واثنين مصريين أو اثنين حد سوبر يعني من اثنين مصريين سوبر ما أنا قلت لك يعني أنا شايف والله في الواحد بقى يفكر دلوقتي ليه قولي ليه ليه بطل الصفقات السنة دي السيراميكا البنك الأهلي إن بي مش عارف إيه يعني لو بصتلي في يوتشار بيرامدز أهلي وزمالك صفقاته ثلاثة أربعة بس الباقي كله يعني أنا السيراميكا دي بطل الدوري في السفقات عنده أربعة خمسة سوبر الأولانيين والاثنين التانيين أعرفهم في الممتاز بي ممكن يطلع واحد في يوم كايسة قوي يعني أحسن من دول وبنك الأهلي هكذا وي وي فتدعماتها كابتن أنت مواطليش من السوبر أنت مش شايف سوبر في الدول المصري؟ لا أصلا لما أقولك سوبر وطولت تفكر وبعد ذلك غير الكلام فأنت ده حسست إنه أصلا هو سوبر هيبقى باين فهتقول حد ده؟ ومفيش ولو فيه الأهلي مش هيلعب على ليه وحده طب الأهلي جاءهم سوبر ولا لا؟ شادي بالروح اللي عنده أنا أعرفها كويس اسياخد يلعب عشان ما نقررش موضوع حسام حسن وموضوع صلاح محسن شكرا